اشتركوا في القناة وخلال اللقاء اكد العلوي على عمق الروابط الاخوية التي تجمع بين مملكة البحرين وسلطنة عمان في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية واشار العلوي الى التزام مجلس المناقصات والمزايدات بتحقيق اهداف رؤية البحرين الاقتصادية الفين وثلاثين وذلك من خلال تسريع واترة انجاز مشاريع البنية التحتية وتوفير الدعم لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء بمستوى التنسيق بين الجانبين وصولا لأفضل الممارسات في مجال المناقصات الحكومية اعلنت بورصة البحرين اعتماد شركة كيو لصناعة السوق كصانع سوق خارجي في بورصة البحرين وذلك في اطار الجهود المتواصلة التي تبدلها بورصة البحرين لتطوير سوق رأس المال في المملكة وتعزيز السيولة في السوق حيث تعد الخطوة استراتيجية لتعزيز العمق والسيولة في السوق بالاضافة الى توفير فرص تداول اكبر وتقديم اسعار للمستثمرين من جانبه قال الشيخ خليفة بن ابراهيم الخليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين اعتماد شركة كيو لصناعة السوق يساهم في تعزيز التزام البورصة بتوفير خدمات جديدة لجميع الجهات ذات العلاقة بقطع رأس المال من اجل زيادة السيولة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وللحديث حول الاسواق المالية العالمية واحدث اساليب التداول ينضم معنا عبر سكايب من دولة الكويت الأستاذ طلال العجمي الرئيس التنفيذي لشركة في آي ماركتس نرحب بك في النشرة الاقتصادية وفي البداية استاذ كيف تقرأ مشهد الاسواق المالية العالمية وما هو تصورك لقرارات الفدرالي الامريكي للسياسة النقدية اهلا استاذ تحياتي بخصوص الفدرالي واسعار الفائدة احنا كنا نشوف انه في المؤتمر في الاجتماع الماضي للفدرالي وتخفيضه للفائدة اعتقد بانه حفز الاسواق وخلى الاسواق ترتفع واعتقد بان الفدرالي صار مطالب من المضاربين او المتعاملين في الاسواق بخفض اكثر للفائدة وهذا ممكن يرجعنا لما حصل خلال فترة ما بين 2007 و2009 بان المستثمرين كانوا يراهنون او يطالبون الفدرالي بخفض اكبر للفائدة وهذا ممكن يشكل عنوان للمرحلة القادمة استاذ طلال يعني هناك سليب متجددة في عالم التداول ماذا عن الاكسي سيلكت او الحسابات الممولة؟ ما هي هذه الخدمة؟ نعم بخصوص اكسي سيلكت احنا اليوم يعني مجبرين نشوف يعني اكثر الخدمات او التكنولوجيا المتاحة للاستخدام في الاسواق وفي عالم التداول اليوم من اكثر الامور اللي تعتبر ترند في العالم بالذات في عالم التداول هي خدمة الحسابات الممولة ان يكون المستثمر او المهتم في الاسواق هو يبحث عن فرصة ان يكون يحول يعني اسلوبه وطريقة تداولة للاعتماده الكل على السوق بان مصدر دخل له فاحنا استخدامنا في اكسي سيلكت احنا نستخدم التكنولوجيا من فترة طويلة استثمرنا بشكل كبير فيها اليوم احنا من خلال الذكاء الاصطناعي ومن خلال الخوارزميات نقدر عبر هذه الخدمة بتحليل اداء كل متداول يعني المتداول اللي يتعامل في الاسواق عندنا احنا نعتمد على سكور او نتائج يحددها الذكاء الاصطناعي يقيم فيها اداء المتعامل مخاطرته مهاراته وتساعده اصلا هذه التكنولوجيا بتحسين اداءه غير شديد اذا كان يحقق سكور عالي وقادر بانه هو يعتمد على الاسواق بانها مصدر دخل اساسي له خدمة الحسابات الممولة ممكن تكون خيار مناسب له لان الشركة اذا شافت بان المستثمر او المتعامل في الاسواق قاعد يحقق ارباح مستمرة وثابتة ويحافظ على كل الادوات اللي راقبها الذكاء الاصطناعي منها المخاطرة والاستمرارية والادارة اذا قدر يحقق سكور عالي الشركة تستثمر فيه وتحط له مبلغ في حسابه ويتقاسم معها الربح طيب استاذ طلال يعني ماذا عن البنود والقوانين ما اهمية وجود شركات مرخصة لتقديم هذا النوع من الخدمات يعني هذه الخدمة طبعا اول شي اكثر الشركات في العالم اليوم هذه قتلت ان هذه الخدمة صارت ترند تقريبا في العالم كله اكثر الشركات حول العالم قاعدة تستخدمها طبعا احنا ننصح اكيد اذا كنت تبحث عن هذه خدمة الحسابات الممولة لانك اكيد تبحث عن شركة مرخصة من هيئات ومن بنوك مركزية ومن هيئات معتمدة في بلدك او في المكان اللي انت بتتعامل فيه بالتأكيد الاستاذ طلال العجمي الرئيس التنفيذي لشركة في اي ماركتز كنت معنا من الكويت شكرا جزيلا لك ستدرج كوريا الجنوبية في مؤشر السندات الحكومية العالمية الرئيسي الذي تديره مؤسسة فوت سيراسل في لندن بدءا من نوفمبر الفين وخمسة وعشرين وقالت المؤسسة انه سيتم ادراج كوريا الجنوبية على مراحل موزعة على مدار عام على اساس ربع سنوي حيث ستتم اعادة تصنيف مستوى الوصول الى السوق من واحد الى اثنين وهو قرار من المتوقع ان يساعد البلاد على جذب استثمارات اجنبية كبيرة ووفقا لوكالة يونهاب للانباء توقع خبراء ان تجذب السول ما يصل الى 90 تريليون وون من الاستثمارات الاجنبية بعد قرار الادراج اشتركوا في القناة